نجع مع كل مشاهدينا والحقيقة أنه أيام العيد دي بتبقى أيام كلها مليانة كده بالأفراح والمناسبات السعيدة. خطوبة فرحكات بكتاب. فناس كتيرة جدا بالذات العرائز بقى دلوقتي متعودة أنها تعمل ليلة الحنة والحنة يعني رسومات بقى فيه رسومات أشكال وألوان وفيه أنواع كتيرة من الحنة والحنة دي حاجات يعني موجودة من زمان أو من أيام حاجة تراصية تعتبر يعني فإحنا عشان نعرف أكتر برضو عن الحنة وإيه الجديد في هذا المجال. خلونا نرحب بيد فتنة أستاذ أسماء محمد يوسف المتخصصة في الرسم بالحنة أهلا بيك يا أسماء كسانج طيبة. أهلا بحضرتك حقيقة طيبة. أنت ممكن تقول لنا بسرعة كده الحنة دي تاريخها إيه عودت إزاي وإمتى؟ هي حاجة تراصية زي ما حقيقة قلتي بتطورسها أجيال وأجيال ما ينفعش عروسها تتجاوز من غير الحنة. طب هو زمان الحنة دي زمان كانت مرتبطة يعني بفئات مجتمعية معينة يعني كلها في الأماكن الشعبية أكتر. في الوقت بقت كل الناس تعمل الحنة عشان غيرنا نمط الحنة بدل ما كانت حاجة تقليدية بقت حاجة في ديكوريشن في كاستيوم دخلنا نظام الكاستيوم العروسة بتلبس حاجات مختلفة هندي نوبي إسكندراني بتلف بلاد العالم في يوم حنتها يعني زمان كانت الحنة نرسم حنة لكن دلوقتي الحنة اللي هي تفتقى بالزبطة زيها زي الفرح وبالعكس هي أحسن من الفرح كمان بيبقى لها فرحتها الخاصة والعروسة بتبقى مستمتعة أكتر بيومها أكتر من الفرح برأي صاحبتها بقى كمان بالزبط فهي بتبقى زي ما انت قلت كده حاجة خاصة للعروسة وصاحبتها فبتبقى حاجة نسائية يعني مع بعض يوم أو بنات مع بعض طيب الحنة برضو يعني معرفش هل هي زمان ما كنت عامل في يوم معين لأن دلوقتي احنا بنشوف ناس بتعمل قبل الفرح بأسبوع قبلها بيومين يعني ما فيش يوم محدد يعني علشان نمط الحنة نفسه تغير الأول كانت رسومات حنة فقط دلوقتي لأ دلوقتي بقى في تجهيزات قبل الحنة بقى في بنحضر للحفلة بقى في مجهود بيتبيزل للعروسة فما ينفعها شيخ قدلس إن هي مثلا تعمل الحفلة النهاردة فالفرح بكرة خلاص ده كده بقى يعني مجهود أوفر فلازم إن هي تاخد فاصل يوم أو يومين أو بقى لو عروسة هي شايفة إن هي هتعمل مجهود بعد الفرح في هانيمون أو كده فبتعملها قبل الفرح بأسبوع جميل طيب ولنا إيه التقوس بقى فعلا أو إيه الاستعدادات اللي انت بتعمليها مع العروسة قبل يوم الحنة يعني بتجهزيها ازاي مفيش أي تجهزات من ناحية الرسم بس في تجهزات من ناحية الحفلة نفسها بندي تنبيهات إن لو هترسم حنة ماينفعش تدهن زيوت لازم جسمها يكون الجلد يكون بيور خالص ماينفعش تحط عليه مسكات وتلهج يتهلك جلدها بشرات وبن ناحية بقى الحفلة لازم نشوف المكان محتاج إيه هنجهز ديكوريشن إيه إيه الديكوريشن اللي هيليق على المكان عندها نشوف الكاستم اللي هتليق عليها إيه هدون بقى المختلفة يعني هي بتختار يعني من هي مفيش بقاش إستنبا واحدة لكل النسيح نحن عندنا أكتر من تمانين طقم وحاجات وستيلات مختلفة بألوانها طيب خلينا نتكلم بقى أكتر عن الحنة نفسها يعني الحنة دي مكوناتها إيه وهي الحنة دي اختلفت من زمان عند الوقت يعني الماتيريا لنفسها بقت حاجة مختلفة الماتيريا الزمان كانت الحنة الطبيعية اللي هي بتديكي أورنج دلوقتي لا دلوقتي ماتيريا مستوردة تبقى أكتريتها حنة سوداني بتتعجن بمية زمان كانت تعجن بأكسجين فأكتر العرائز كان بيحصل انفكشن في جلتهم ويحصل حسية دلوقتي أمنى جدا على الجسم الأول كان نقش نقش هندي ونوبي وحاجات دخلها في بعض دلوقتي بننفذ رسومات التاتو فبتلاقي الفكرة كلها تغيرت لأن أكتريت العرائز نفسها تعمل تاتو وحكاة تبقى دايما ويفكروا في الحرمانية ومخاطرة فبننفذ نفس رسومات التاتو بس بالحنة طب أنت اللي بتختاري ولا أنت بيبقى معاكي أشكال والعروسة هي اللي تختار هي عايز تعمل إيه؟ معاكي أشكال بس بند مساحة للعروسة أن هي حتى تختار من على النت أشكال كتير نحن نشوف مثلا الرسومات بتبقى رئيئة جدا بسيطة جدا وبنشوف رسومات مليانة تفاصيل كتير قوي دي بترجع لإيه؟ على حسب زوقها على حسب ما هي ما تختار هي مجرد ما هتختار رسمة أنا بفهم هي دماغها ماشية إزاي؟ وانت بقى شطرتك لانت تعرفي تعمل جلال رسومات؟ طبعا أي رسمة هي تتخيلها بنفذها طب أنت تعلمت الفن دا إزاي؟ موهبة بجد؟ طب وأسقلتي نفسك إزاي؟ ولا حاجة أنا الأول كنت بشتغل على صحابي وبحب أعمل دا صحابي قريبي إخواتي بعد كده ابتديت أعمل عروسة عروسة جابتلي عروسة فابتديت لقيت نفسي شغالة بشغل أنا دي جميل فأنا بحب أشتغلها بشغف وحب مهما قعدني ساعات فيها ممكن أشتغل أكتر من 16 ساعة من غير ملالة ياه آه ما شاء الله طيب يعني قوليلي بردو لما تكون العروسة وصديقات العروسة العروسة لازم لما تعمل حاجة أصحابها ما يعملوهاش أو صديقاتها ما يعملوهاش يعملوا حاجات رسومات تانية؟ مش بعض يعني مش كل الناس بعض الناس تعمل كده آه بعض الناس أنت ما تعمليش زي والكلام دا بس فينس بتتفق يعملوا رسمة معينة تبقى بيتصوروا كلهم ستنبا واحدة أو يتصوروا فيسيشن دا لو هيتفقوا على كده بس أنا شخصيا مش بحب أعمل دا بحب دايما تكون العروسة مميزة صح جميل طيب يعني برضو أنت أكيد بتبقي حتى في اعتبارك فستان العروسة شكله إيه عشان هتباني الرسمة مثلا ولا مش هتبانيها تبقى في الإيد برضو من ضمن الحاجات لحنا لازم أول حاجة بسألها لها وريني الدريس داك ووريني الدريس دا الحنة كمان ونشوف الفتحة الدريس مثلا مفتوحة من أنهي مكان والدريس أوف شولدر والشكل لازم نزبط كل حاجة تمام ممكن عروسة تختار رسومات حلوة جدا مش باينة خالصة مش فكرة انها مش باينة بس التنسيج بتاعها في الأماكن على جسمها خلت الشكل مش تمام فده برضو لازم نختاره مع بعض وننصق الأماكن مع بعض علشان ما يبقاش الشكل مش لطيف كويس طيب الحنة دلوقتي بقى مع تطور الزمن بتقعد وقت قد إيه؟ يعني ده السؤال بقى الناس كتيرين بقى أنا عايزها تفضل فترة طويلة دي ما بتقعدش لو في الشتاء بتبقى من ثلاث أسابيع لشهر تمام في السيف دلوقتي كده في الحر اللي احنا فيه ده عشر تيام خمستاشر يوم وبرضو بيرجع للجسم بتاع العروسة والبشرة دهنية ولا لأ كل جسم بيختلف عن التاني كويس طيب لكن النصيحة اللي تنصحيها لأي عروسة وهي بتختار اللي هتعمل لها الحنة عشان فعلا ما تقعش في إيد حد يعمل لها حنة مضروبة يعني خلينا نقول كده تبقى متأكدة إن الخامة دي خامة كويسة ولا هل مفروض مثلا قبل معاد الحنة تعمل تجربة على قديها عشان تشوف برضو لو في حساسية أو حاجة أفضل تعمل تست وتختار اللي هترسم لها حنة تشوف على الحقيقة رسمها شغل السوشيال ميديا بيبقى فيه رسومات كتير مسروقة وبينسبوها لشغلهم فلازم تشوف شغلها على الحقيقة وتشوف شغلها طالع دقيق ولا لأ لأن ده يوم في العمر ما فيهوش لعب أيها وبالنسبة للماتيريال لازم تتأكد إن الماتيريال معجونة بمية أسماي أنا بشكرك يعني مرسي جدا على المعلمات اللي انتي قلتها والحاجات الحلوة اللي احنا شوفناها من خلال الصور اللي كانت موجودة معنا إن شاء الله كل العرايس ينبسطوا بالحاجات الحلوة شكرا شكرا لك بشكر ضيفتي أسماي محمد يوسف المتخصصة في رسم الحنة أو الرسم بالحنة ربنا يسعد كل العرايس وتستمتعوا بليلة الحنة طيب خلونا ناخد فاصل عشان بعد الفاصل حرجع أنا وهو دا مع حضراتكم خليكم معي دعاني لبيته لحد باب بيته وناس كثيرة جدا على عرفات بكرة إن شاء الله بكرة إن شاء الله يوم جبر الخواطر ربنا يجبر بخاطر كل الناس يا رب بإذن الله ونخرج كلنا سواء كان الحجاج أو اللي موجودين صايمين بكرة بإذن الله نخرج من يعني بفايزين الفوز العظيم هو العتق من النار وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب وانت طيبة يا هدى وبكرة فعلا هو يوم الرحمات اليوم اللي بتتنزل فيه الرحمات فربنا يرحمنا أحياء وأمواتا كل سنة وحضراتكم طيبين وبكرة إن شاء الله تستمتعوا بيوم عرفة اكثروا من الدعاء بلاش بقى بلا أكلات بلا منبخ يعني خليكم عادين كده مركزين في أن انتوا تدعوا ويعني إن شاء الله إن شاء الله ربنا يستجيب لكل دعوتنا كل سنة وحضراتكم طيبين ونلقاكم في العيد إن شاء الله بإذن الله إلا